اهلا بكم مشاهدين الكرام وساعة جديدة من برنامج احداث اليوم سأكون معكم في على مدار هذه الساعة انا ننسي نور كالعادة سنصلت فيه ضوء على ابرز واهم الاحداث التي حدثت على مدار الفترة الماضية نبدأ مع حضراتكم بعنوين هذه الساعة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باخراج القمة العالمية للمناخ كوب 27 للعام القادم والتي تستضيفها مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة من عنوين ايضا اختتام فعليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي جسر الصداقة اربعة الذي نفذته وحدات من القوات البحرية من البلدين على مدار الايام الماضية بالمياه الاقليمية بنطاق الاسطول الشمالي بمصرح عمليات البحر المتوسط من عنوين هذا اليوم ايضا لقيا خمسون شخصا على الاقل مصرعهم غربي ولاية كنتاكي الامريكية جراء الاعصير الشمالية نبدأ مع حضراتكم اذا بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باخراج القمة العالمية للمناخ كوب 27 للعام القادم والتي تستضيفها مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد لسياغة خطط عمل تخصصية لإعداد القمة من كافة الجوانب مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص وضف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من خلال جهات الاختصاص فضلا عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن وذلك من خلال الترويج السياحي لمصر من أحداث اليوم أيضا اختمت فعليات تدريب البحري المشترك المصري الروسي جسر الصداقة أربعة الذي نفذته وحدات من القوات البحرية من البلدين على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بالنطاق الأسطولة الشمالي في مصرح عمليات البحر المتوسط اجتمل التدريب على عقد محاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكل الجانبين ترجمة نانسي قنقر اختمت فعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة أربعة والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمصرح عمليات البحر المتوسط حيث اجتمل التدريب على عقد محاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكل الجانبين وباشتراك حاملة المروحيات من طراز مستران جمال عبد الناصر تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلا عن تنفيذ رميات مدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية وتأميم سفينة ذات شحنة هامة وممارسة حق الزيارة والتفتيش الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجاومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكل الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبين من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على حل جميع المواقف الطريقة بنجاح يأتي التدريب جسر الصداقة أربعة في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكل الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق بحري رومانوف أركابي نائب قائد أسطول البحر الأسود والسفير الروسي بالقاهرة وعدده من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا سيادة الواء مصر سالم المستشار في أكاتمية ناصر العسكرية العليا سيادة الواء أرحب بك معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا قبل الحديث عن التعاون المصري الروسي تحديدا في النطاق العسكري دعني أتحدث معك عن أهمية التدريبات المشتركة التي تأخذها مصر بين الحين والآخر التدريبات المشتركة طبعا دي بتأتي ضمن خط التدريب للقوات المسلحة اللي الهدف الأساسي منها هو رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة يبقى من خلال تدريبات أولا بتتدرب قواتنا هنا عليها بتخلص برنامج تدريب لها تدريب فردي تدريب مشترك بين قواتنا احنا بحرية جوية دفاع جوي وهكذا ثم نخرج إلى التدريب مع الدول الصديقة والشقيقة هذه التدريبات بتأتي ثمارها بشكل كبير جدا في اتجاهين اتنين اتجاه الاول اتجاه سياسي وهو ان احنا بنعلن عن قدرتنا وعن قوتنا وعن كفائتنا القتالية وهذا البند بالذات الاعلان عن مدى ما وصلنا اليه من قدرة ومن كفاءة ده ضمن استراتيجية الرادع اللي الدولة بطول مهور بها قدرتها لكي يفكر اي طامع في انه يهدد مصلحة من مصلحنا او يهدد امننا ان مصر لديها القدرة على انزال عقاب به يفوق اي مكاسب ممكن يحقق فده البند السياسة رقم واحد اللي هو في نفس التوقيت بيدي رسالة طمأنة الى الشعب المصري والشعب العربي الى الشق الاخر وهو ان انا لما بتضرب دلوقتي مع دولة زي روسيا دولة نقول في مقدمة دول العالم كقدرة عسكرية وفي البحار تحديدا انا دلوقتي بأضيف الى معلوماتي اولا ايه هي احدث الاسلحة احدث الاساليب الموجودة عند الجانب التركي احدث التكتيكات الخبرات المتراكمة لدى القدراء القوات الروسية من حيث الفتح الاستراتيجي القوات دي جاية من محيطات متجمدة وجاية من اخر الدنيا تتضرب هنا ازاي بتريد تعمل الفتح الاستراتيجي بتاعها ازاي بتتعامل مع مصرح عمليات جديد عليها تماما ثم من خلال التدريبات اللي بتتم بقى والاطلاع على احدث ما لديهم وزاي ما قدموا وقالوا ان فيه شق نظري في الاول النظري ده بيبقى عبارة عن التعارف على بعض توحيد مفاهيم بحيث ان لما بنعمل ضمعا كل واحد بيعرف التاني المصطلحات بتاعته في شكلها ايه التصرف بتاعته في المواقف المختلفة ثم بنتبادل الخبرات وزاي ما بقول دايما مصر لديها من الخبرات ما يجعل الدول العظمى تسعى اليها لكي تستفيد مما لدى مصر من خبرات هذه نقطة مهمة للغاية سيادة اللواء لو سمحت لي اني استفيد معك فيها بالحديث الجيش الروسي تحديدا في كل القطاعات جيش قوي للغاية وله ترتيب ايضا دولي في مدى قوته على الجانب الاخر ايضا مصر يعني او الجيش المصري تحديدا جيش ايضا قوي للغاية بشهادة كل المجتمع الدولي وايضا لترتيبه بين الدول في ترتيب قوة الجيوش ما هي الخبرات التي ما زالت ايضا بحاجة ربما للتبادل بين الجانبين المصري والروسي يمكن احد احد الدروس التدريبية اللي اتقالت في الاسناء العرض دلوقتي القتال الغير نمطي غير نمطي يعني ايه تعامل مع الارهاب تعامل مع قوات على البر قوات ارهابية مع هجرة غير شرعية عملية التفتيش في البحر والتحقق من شخصية القطع البحرية اللي موجودة كل ده بنقول بيطيف جديد في فكر جديد لان العدو اللي بنتعامل معاه بيتطور وبيتطور بشكل سريع جدا وبالتالي مهم جدا ان احنا نشوف بدل ما نقعد زينا بنقول زي الشينيور ندور تحت منا ايه الحل لا انا لو بصيت حواليا هجد ممكن دول اخرى وجدت حلول اسهل انا باختار منها ما يناسبني اضيف اليها ما ارى انه مفيد في الاضافة وهكذا فباستمرار في تطور باستمرار في التكتيكات في الاستراتيجيات انا لما بلايش داردة دولة زي دي جاية مثلا من بحار مغلقة ما بتخرب روسيا ملعاش موضع قدم على في البحار الدافئة الا في سوريا الباقي كله داخل في مياه داخلية لما بتتحرك هي لما بتيجي بتفتح هنا تتعامل مع مصرح العاملات الجديدة ازاي مع المناخ الجديد مع ظروف البحارية الجديدة كل دا احنا بنستطس زي ما بنقول بنعرفه بنستفيد منه وبنوضيف الينا هم ايضا يستفيدوا منه استفادة كبيرة جدا بالذات في هذا المصرح اللي احنا بنتفرد بالتفوق فيه على ذكر التكيف مع اي مناخ سيادة لواء يعني كما ذكر التقرير تم تنفيذ التدريب المشترك جسر الصداقة اربعة في ظل يعني سوء حالة الاجواء الجو ومائية كما ذكر التقرير تحديدا كيف تقرأ هذه النقطة سيادة لواء ربعا دي دا احد الدروس التدريبية اللي بنقول ايه يعني لما ربنا يحب القوات يقوم يزود لها درس التدريب لانا ما بقدرش اعمل تغير في الظروف الجوية او الظروف البحرية انما لما بلاقي المناخ زي دا وتقصد بتقلب وظروف بحرية بالشكل دا فدي فرصة ان انا بتضرب فيها لان الحرب ما بترحمش مش هاجئ اواجه عدو او انا بأمن بلادي اقول والله اذا البحر عالي النهار دا وممكن اتعرض لمخاطر الحرب كلها مخاطر تواكنت من الطبيعة او من العدو وبالتالي مهم جدا لما ييجي ظرف زي دا ان احنا الدفاع من الامن القومي وحماية الوطن ليس بعده تضحية وكل التضحيات هنا متاحة صحيح انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة لواء نصر سالم المستشار في اكاديمية ناصر العسكرية العليا كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك من احداث اليوم ايضا استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا اعدته وزيرة الثقافة اناس عبدالدايم حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها في محافظة اسوان خلال الفترة من الثالث حتى الرابع من ديسمبر الجاري قالت الوزيرة انه في اطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ انشطة ثقافية وفنية لوصول المحتوى الثقافية لجميع فئات المجتمع والارتقاء بمستوى وعي المواطن فان الوزارة تعمل بدأب على انجاز اكبر قدر من المشروعات الثقافية خصوصا في المحافظات مشيرة الى وضع حجر الاساس لمكتبة مصر العام في محافظة اسوان وافتتاح مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي في منطقة الايواء العاجل لمتضرري السيول فضلا عن تتشيني مركز لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام في ذات السياق ولكن من جانب اخر من احداث اليوم ايضا تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوي المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي اشهد مدبولي بالجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة في رصد ومتابعة الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها وهو ما اسهم في ثقة كبيرة من المواطنين واللجوء اليها لحل مشكلتهم من جانبه اشار مدير المنظومة طارق الرفاعي الى ان منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء طلقت ورصدت 101 الف شكوى وطلب استغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي وردت على 56% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى تم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الالكترونية للمنظومة والوسائل الاخرى لتلقي وتسجيل ورصد الشكاوى من احداث اليوم ايضا بحث وزير البترول طارق الملة مع نواب الكونغرس في واشنطن التنسيق المصرية الامريكية في منتدى غاز الشرق المتوسط ومؤتمر المناخ واكد الملة ان التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة ينمو بشكل غير مسبوق سواء من خلال التعاون الحكومي او زيادة الاستثمارات للشركات الامريكية في قطاع البترول والغاز في مصر كما استرد وزير البترول الرؤية المصرية للتحول لمركز اقليمي للغاز مع عضاء مجلس الاعمال المصرية الامريكية في واشنطن وشارك في مائدة مستديرة بمعهد الشرق الاوسط حيث تناول اهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والمنطقة استراتيجية طموحة ومتكاملة تتبعها مصر تدعم الانتقال الى الاستخدام الانظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر عشرين ثلاثين هذه الاستراتيجية تهدف بحلول عام عشرين خمسة وثلاثين ان يصل مزيق الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة الى نحو اثنين واربعين في المئة رؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية للمساهمة في تعزيز التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ في ضوء استضافتها القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ العام القادم كوب سبع وعشرين مصر تعمل فعليا على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة والتي تم ثفى بشأنها مثل استخدام الهيدروجين واستخدام تكنولوجيا التقاط وتقزين واستغلال الكربون لضمان انتاج الوقود الاحفوري النظيف وكذلك المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من المشروعات بالاضافة الى مشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة استراتيجية طموحة ومتكاملة تتبعها مصر تدعم الانتقال الى الاستخدام الانظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030 وفي ضوء التزامها باتفاقية باريس للمناخ كوب 21 هذه الاستراتيجية تستهدف بحلول عام 2035 ان يصل مزيق الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة الى حوالي 42% كما تعمل على تعظيم دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة محليا عبر توسع في استخدامه في المنازل ومحطات الكهرباء والصناعة وكوقود للسيارات الى جانب اعداد استراتيجية وطنية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف من احداث اليوم ايضا وجه وزير وزراعة سيد القصير بضرورة زيادة عدد الالات والمعدات في محطة الزراعة الالية بتوشكا بما يلائم طبيعة المشروع واحتياجاته جاء ذلك خلال تفقده مشروعات تنمية التوشكا حيث زار محطات البحوث والزراعة الالية والمحجر البيطري والمجزر الالي وزراعات القمح والنخيل والمانجو ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين والاستفادة من امكانيات معامل التربة والمياه في محطتي البحوث في دراسات الحصر التصنيفية للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد الإرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة دكتور محمد أرحب بك يا فندم أعنى بحضرك فندم يعني دعنا نبدأ معك بتفاصيل أكثر إلى أين وصلت مشروعات تنمية التوشكا أو محطة الزراعة الالية بتوشكا يا فندم يعني الحقيقة أنت حضرتك في خلال الزيارة اليوم إحنا حضرك عفق ديه تمام مليكودي الدولة المصرية للتوشعات وأحداث نقطة نوعية في قصة الزراعة وإحنا كان جهودنا بتنطبق في محورين رأسيين المحور الأول هو محور زيادة المساحة المندرعة من إحنا نلاقي عندنا أراضي جديدة نقدر نزرحها وتشكى يا أحد روافض هذه التنمية في زيادة المساحة المندرعة وأيضا بنشتغل على تعظيم إنتاجية وحدة الأرض وحدة الميا وعندنا الحياة احنا بنطبق أعلى معايير الجودة العالمية في استخدام المستدامات الزراعية والمؤتدات الزراعية بشكل حق الكفاءة وفعالية أدبر في تعظيم الإنتاجية وزيادة داخل المزارع المصري بالشكل اللي يعود بالنسبة على كمان الأمن القومي والأمن الهدائي للمواطن المصري فعلشان كده الحياة الدولة المصرية وزارة الزراع استمت إشاء وحدة في الزراع الآلية بتوفير الميكان اللازمة بالمزارعين في منطق التوشكة كمان عندنا الحياة معهد مركز بطول الصحراء الموجود في توشكة طبعا هذا المركز يكون من الأدوات اللي بتاعت بخدمة المزارع المصري وفيه حصر وتفصيل الصربة وتحديد المناطق التي يمكن زراعتها والمناطق التي يمكن زراعتها وطبعا إخلال زراعة المعالي الوزير النهاردة أكد على ضرورة توافر المعدات بشكل كامل وزيادتها وتوفيرها أمام كل من يرغب من المزارعين في منطق التوشكة علشان تقدر تساعدهم في تعظيم العواقب الخاصة بهم من المنظومة الزراعية خاصة في ظل الشمام الدولة جميلة الحضرية من تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه لأن توسعاتنا ليس بس توسعات أبوكية لأننا نضرع أراضي جديدة إنما تمان توسعات رأسية على أن نعظم الإنتاج من الأراضي التي نحن بيسرح نعم هذا من جانب من جانب آخر دكتور محمد لو نتحدث عن تفاصيل فكرة تدريب وتأهيل المزارعين يا فندم الحقيقة وبرضه بنفس المنهجة نحن بنتكلم على المزارع المصري كلما زادت خدراته وكلما رفعنا من خدراته ومهارات التعامل مع الأراضي والمياه كلما كان هناك إنساج أكبر كلما كان هناك عائد أكبر يعوض النفع عليه هو شخصيا وعلى الدولة المصرية من خلال توفير مزيد من الأمن والغذاء للمواطن المصري فإحنا لما بنتكلم على تدريب العاملين أو تدريب العاملين في قطاع الزراعة إحنا ضربنا يمكن أفتر من 15 ألف واحد على استعمال المبيلات الزراعية علشان نقدر نوفر أو نقدر نحافظ على أفضل معايير الجودة في الإنتاج الزراعي ويمكن بان معنا الكلام ده في فتح مزيد من الأسواق الخارجية أيضا نحن نتكلم تدريب العاملين أو تدريب المستمين بقطاع الزراع والسلاح والمزرع المصري على استخدام التقنات الحديثة استخدام الميكان الزراعية استخدام أحدث الأسليب مثلا نظام الزراع المصاطف في منظومة الأمن استخدام أو تعرف على القريطة الصنفية اللي من خلالها هيقدر يعظم الإنتاجه اللي نحن بنعمل كل سنة قريطة صنفية للمحاصيل التي يمكن زراعاتها وتحديث المناطق التي تجود فيها طبعا ده بيساعد معانا وبيسينا أفضل إنتاجية ممكنة كل دي معايير وكل دي أدوات نحن بنسيها للمزارع المصري وعندنا المراكز البحثة المتخصصة والمعهد المتخصصة تكون أحد البوابات التي تستاعد في تدريب وتأثير العامل والمزارع المصري والسلاح المصري وكل عمليك نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل الدكتور محمد الإرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة شكرا جزيلا لحضرتك يا فند من أحداث اليوم أيضا أكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن الوزارة تعمل من خلال برنامج مشروعك على رفع شعار وداعا للبطالة واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم لابتكارية في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار شعروي إلى أن برنامج مشروعك نفذ خلال شهر نوفمبر أو نفذ عفوا خلال شهر نوفمبر 1500 مشروع بقروض بلغت 200 مليون جنيه ووفرت 12 ألف فرصة عمل للشباب ونوها بأهمية تكثيف جهود المحافظات بتشجيع الشباب وتبني المبادرات الجادة للاستفادي من المميزات التي يقدمها البرنامج إذن مشاهدين الكرام نذهب مع حضراتكم الآن لفاصل قصير بعد هو عودة لاستكمال هذه الحلقة من أحداث اليوم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ما زلنا معكم في هذه الحلقة من أحداث اليوم ونصلت الضوء مع حضرتكم الآن على الشأن العربي من أحداث اليوم أكدت المفاوضية العلية للانتخابات في ليبيا أنها ستتخذ بعض الإجراءات القضائية قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة نهائية للمرشحين هذا وشددت المفاوضية على أن الحرص على نجاح العملية الانتخابية هو مسؤولية تضامنية لا تتحملها بمفرزها يأتي هذا بينما استقبل رئيس مجلس المفاوضية الوطنية العلية للانتخابات بمقر المفاوضية منصق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عراقيا أعلنت خلية الأعلام الأمنية العراقي استهداف خمسة أوكار للإرهابيين في صلاح الدين وذكر بيان للخلية أنه تم تنفيذ تلك الضربات بواسطة طائرات F-16 العراقية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان موجوداً على الأرض في سياق آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء من قبل جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وإلى شأن الدولي وتحديداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث لقي خمسون شخصاً على الأقل مصرعهم غربي ولاية كنتاكي الأمريكية جراء الأعصير الشديدة هذا وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ واصفاً الإعصار بأنه الأشد في تاريخ الولاية وأوضح أن سقفاً انهار في مصنع للشموع وتسبب في خسائر بشرية كبيرة في مدينة مايفيلد للمزيد للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن الزميل ياسر نور الزين مرسل إكسترا نيوز من نيويورك ياسر أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة ودعني أبدأ معك بتفاصيل ما تم الإعلانه فيما يتعلق بالإعصار الخاص بولاية كنتاكي وأنه الإعصار الأشد الذي مر على هذه الولاية تفضل أهلا بك يا نانسي وبالسادة المشاهدين نعم هذا الإعصار هو الأشد حيث بلغ حوالي 240 ميلا أو ما يقرب من 386 كيلو متر وهو الأول أو الأكثر طولا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإعصار نانسي مر بأربع ولايات هي كنتاكي وميزوري وأيضا إلينوي وتنسي كما تفضلت نانسي أعلن حاكم الولاية في كنتاكي بأنه حالة الطوارئ قد بدأت لمدة يومين حيث أنه تم الإبلاغ عن كثير من الضحايا لازين بلغوا حوالي الخمسون أو أكثر كما أيضا تم الإبلاغ عن أضرار جثيمة حدثت في المنازل والسيارات وكل الممتلكات للمواطنين أما في ولاية ميزوري أيضا كانت مثل سابقية بشكل مختلف حيث تم الإعلان عن وفية واحدة حدثت في دور المسنين وإنهار هذا المبنى عن المسنين وهناك ما يقرب من عشرين تحت أنقاض هذا المبنى أما في ولاية إلينوي نانسي كان هناك جدار بطول ملعب كرة القدم هذا الجدار كان تابعا لمستوضع خاصة بشركة أمازون العملاقة هذا الجدار انهار أيضا على العمال وحدث هناك كثير من التلفيات بشكل كبير حتى أن شركة أمازون إلى هذه اللحظة اكتتمت أو تكتمت على الأخبار وقالت أنها سوف توفي الأخبار بالتلفيات وما حدث إن كان هناك حدوث أي إزهاق للأرواح من العمال في شركة أمازون أما نانسي في الولاية الرابعة وهي تينسي أيضا أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأن هناك خسائر في الأرواح ولكن الولاية لم تقرر أيضا كم عدد هذه الضحايا بشكل عام ما نانسي الأعاصير هي شيء يعني معتاد عليه إن صح هذا التعبير في هذا التوقيت من العام بداية فصل الشتاء كان منذ ثلاثة أيام كان هناك من المتوقع أن يكون هناك إعصار كبير للغاية يكتاح أو يصل إلى هنا ولاية نيورك وولاية نيوجيرزي ولكن العناية الإلهية توقفت أو جعلت هذا الأعصار يتحول إلى جهة أخرى بشكل عام نانسي أيضا كان هناك في ولاية كينتاكي من هذه الأعاصير قطار للسكة الحديد قد أيضا انقلب ولم يعني يعلن عن أي وفيات أو حتى عدد الإصابات ولكن بشكل عام في هذه الولايات نانسي كانت السلطات على قدم وساق لمساعدة المواطنين وأيضا فتح الطرق التي يعني أغلقت بسبب انكسار أو بسبب توقف حرقة المرور وتصادم بعد الصيرات في بعض الطرق ولكن تعود بعد حوالي ساعات من الآن الحياة مرة أخرى لهذه الولايات وأيضا يعني أنباء عن أعاصير قادمة في ولاية أخرى طيب ياسر يعني كما تفضلت بالذكر أن تم فرض حالة الطوارئ في عدد من المحافظات المختلفة أو المندن المختلفة التي مر فيها بالفعل الإعصار ما الذي تتضمنه حالة الطوارئ ياسر يعني هو يعني إعلان متبع حالة الطوارئ تعني بأن الحكومات في هذه الولايات تقوم بتنبيه المواطنين عدم النزول إلى الشارع في هذه الأوقات بشكل معين تقوم بإعلام المواطنين بأن هناك شوارع بعينها لا يجب السير فيها حتى ساعات معينة لابد أن يأخذ المواطنين حاجتهم الغذائية من المحال والسوبر ماركت لتأمين احتياجاتهم لبعض أيام في هذه الحالات ننسي يعني على حسب شدة الإعصار تأخذ يوم أو يومين على حسب شدة الإعصار ومدى الطرق التي يعني تأثيره على أو تأثيره على الطرق المغلقة وأيضا تأثيره على المنازل المنهارة ويعني أيضا احتواء هؤلاء المواطنين ووضعهم في منازل بديلة إلى حين يعني عادت تعمير المنازل الذين نزحوا منها يعني بفعل هذا الإعصار نعم أخيرا ياسر يعني دعني أستغل وجودك معي إذن يعني ما هي آخر تطورات الخاصة وحداث اليوم فيما يتعلق بكورونا تحديدا ياسر يعني ياسر أوميكرون أيضا بشيء من البطء وينتشر في ولايات عديدة انتشر مؤخرا في ثمانية عشر ولاية وكان قد بدأها بكاليفورنيا ثم امتد إلى ولاية نيوجيرزي وولايات أخرى وحتى نيويورك أيضا ظهرت بها حالات ولكن فاوتشي وجو بايدن يؤكدون على أن هذا المتحور ليس كدلتا أو دلتا بلاس ولكن يجب توخي الحظر أيضا وارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة إلى الآن وما زالت أيضا هناك كل الأوساط الطبية تحاول جاهدة لفهم ما هي هذا المتحور وأيضا قال فاوتشي في لقائه منذ يومين بأن يعني من المبكر أن يعلم أو يدلي بأي تصريحات عن هذا المتحور ولكنه قلل من خطوراته وقلل من القلق وأيضا قال بايدن في منذ أسبوع تقريبا بأنه لا داعي للزعر من هذا المتحور وأنه ليس هناك إغلاق للولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك إغلاق للأجواء الجوية أو ما شابه أو كما حدث في كورونا في بداية كورونا حيث ننسي للعلم فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل أو الاقتصاد الأمريكي لا يتحمل إغلاق مرة أخرى حيث كلف فيروس كورونا مليارات الدولارات وتوقفت شركات كثيرة عن العمل وسرح الكثير من العمال في يعني شركات كثيرة للغاية وتحول الاقتصاد الأمريكي لشكل مختلف بشكل كبير حتى أن هناك شركات أغلقت وأيضا شركات زادت من ثرائها كشركة تيسلا وأمازون على سبيل المثال زادت نسبة أرباحها بحوالي 30% ولكن بشكل عام أيضا عادت في ولاية نيويورك الكمامات مرة أخرى لوضعها الأول بإلزام المواطنين داخل المحال والشركات بإلزامهم بارتداء الكمامات وأيضا من يقوم بدخول هذه الشركات لابد أن يحصل على اللقاحات أو ما يثبت أنه قد حصل على هذه اللقاحات وأيضا فاوتشي نانسي وجو بايدن يؤكدون على أنه يلزم أخذ الجرعة التحفيزية أو المحافظة السالسة لحماية المواطنين من المتحور الجديد أو أي متحورات قادمة أنا أشكرك شكرا جزيلا ياسر نوردين مرسل إكسترانيوز كنت معنا إذن من النيويورك شكرا جزيلا لك ياسر إلى آخر التطورات الخاصة بكورونا وأعلنت السلطات الصحية في لبنان رصد حالتين مصابتين بالمتحور أوميكرون وأوضحت الصحة اللبنانية أن الحالتين كانت قادمتين من أفريقيا وتخضعان حاليا للعزل المنزلية هذا ودعت الوزارة المواطنين اللبنانيين إلى عدم التهاون في الإجراءات الوقائية والإقبال بكثافة على اللقاحات من بيروت عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة مادنة مطر رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية أهلا بك يا فندم أهلا بك نعم دعيني في البداية أبدأ معك بيعني الحديث عن ظهور حالتين مصابتين بأوميكرون في لبنان تفضلي هؤلاء شكوا بحالتين أوميكرون دخلوا على لبنان من يومين بس لحد يطلق هؤلاء الحالتين هؤلاء عاملين الصعام والعوارض عندهم كثيرة ووزارة الصحة عم بتتبعون يعني لحد يطلق هؤلاء بس نعرف أوميكرون وحالتهم بس نحن بعد أن حالات الكورونا عم بتزيد كتير يعني في كلها دلتا مش إنه أوميكرون هلا الحالات كلها عم ترجع تزيد لأن إجا موسم الشفاء كله رجع ناس صارت تصهر جوا كله متجمعين بمحلات سكرة ومغلقة هيدا السبب الأساس اللي عم بزيد هلقد الأعداد قبل ما يجي الأوميكرون هالحالتين طيب على الجانب الآخر ماذا عمليات التطعيم دكتورة مدونة نحن بالوزارة قد ما فيهم عم بيجربوا يشجعوا الشعب كله تيروح يتطعم وهذا الويك أند عملوا ماراتون جديد نحن صرنا عميين كتير ماراتون كل الويك أندين بيعملوا ماراتونين الطعم عنا كتير طعم من كل الأجنيس وهلأ عم يعملوا ترطة نحمة الناس تروح في الطعم هيدا الويك أند هو عم بفعلوا كل الطعمات الماراتون تجنين أولا كلهم عم بسهلوا سهلوا لهم إيها يعني تيقدروا يروحوا يتطعم ولكن هل في يعني إقبال من المواطنين على عملية التطعيم هلأ بلش شوي يرجعوا يقتنعوا يعني نحن عنا 37% من الشعب صار مستطعم كل المترددين هلأ في كتير رجعوا يبلشوا يقتنعوا بس بظال في ناس ما بدأت تطعم وعم نعمل كل المستحيل فنقنعهم أنه لازم يتطعموا لأنه ما في حل غير أنه يتطعم ونسيح محال من هالمرض نعم طيب مغيره دكتورة مدنة كونك يعني دكتورة أيضا في الأمراض الجرثومية دعيني أسألك بشكل عام عن المتحورات الخاصة بكورونا تفضلتي بالذكر أن متحور ذلتا ينتشر بكثافة في الداخل اللبناني ويبدو أن كل المعلومات عن هذا المتحور أصبحت واضحة الآن ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن متحور أوميكرون إلى أي مدى بالفعل ربما سيكون أشد خطورة في أضراره على الصحة من دلتا هذا الأوميكرون في كثير بقلبه مغير يعني الميتاشن بقلبه فوق 30 فوق 50 بين الـ 30 و 50 ميتاشن أكيد هذا بيشغل البال لأنه قبل الدلتا كان فيها شي 8 عشرة ميتاشن وانتشرت بقوة وينما كان بس هلأ هيدا الأوميكرون مشكل بالنا أكتر منه يعني لأنه وإذا الحالات بأفريقيا قالوا إنه كانوا بسيطين ما كان بهون شي مهم بس هول هولي عميزه عند ناس عمدين طعن كيف ما نعرف هيدا الأوميكرون إذا إجا عند ناس منه نمطع عمين شو بتير وإذا إجا ولكن دلتا أيضا لشيء المتطعمين المتطعمين دكتور مدينة إيه فيها تجي عنده دلتا كمان إذا إنت إذا حدا قاعد معك وإنت مبتعم وهو معه كورونا أكيد فيه يعديك بس تعمليها على الخطيط ما بتفوت على المستشفى ما بتفوت ما بتطور ما بتصير خطر بالحالة يعني هيدا هو الطعم اللي هلأ بقدمه بس بكل الحالات لأنه ما فيه غير طريقة كتير ناس منهم تعم بالعالم وبعدها عم تبرم وتبرم والجريف عم يبرم بين هالناس على القليل المتعمين بأمنوا إنه بيعملوا المرض على الخفيف ما بتفوتوا على المستشفى هذا شير بيع كنية طعم هلأ طيب يعني هل اتضحت الصورة إن كان أوميكرون يعني خطورته بتكمن في سرعة انتشاره كما يتحدث البعض أم كما يتحدث البعض الآخر في قصوة هذا المتحور على جسم الإنسان دكتورة مادون ما حدا في يجيوب على هذا السؤال بدنا على القليلة 3-4 أسابيع شهر لأنه بأقرية هذا الأوميكرون انتشر بسرعة بس ما كان عنده دلتا كان الدلتا كتير كتير واطفة الأوميكرون انتشر بغير بلدين محلمة دلتا 90% 95% 99% دلتا بالبلدين إذا وصل الأوميكرون عليهم هو يرجع ياخذ الطائفر ما حدا بيعلم إذا رح يكون هكذا أو لا نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت الدكتورة مادون مطر رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية كنت ضيفتي عبر الهاتف شكرا لك ومازلنا في التطورات الخاصة بكورونا وتحديدا متحور أوميكرون الذي يواصل انتشاره في أوروبا حيث أعلن المركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بأوميكرون في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية أوضح المركز أيضا أن إجمالية الإصابات بالمتحور بلغت 582 حالة حتى يوم أمس وأضاف أن الإصابات الجديدة سجلت أو سجلت في 21 بلد أوروبية مشيرا إلى أن جميع الحالات إما عديمة الأعراض وإما خفيفة ولم يبلغ حتى الآن أو يتم الإبلاغ عن أي وفيات ذات صلة بالمتحور الجديد أوميكرون دع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مواطني بلاده مجددا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفي تغريدة له أشار كاستيكس إلى أن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أدى إلى إعادة فتح سوق عيد الميلاد يأتي هذا بينما طلب وزير الصحة الفرنسي الصيدليات الفرنسية لمواصلة العمل وعدم الإغلاق حتى في أيام الأحد للمساعدة في تسريع وطيرة عملية التطعيم إلى ألمانيا وأعلن معها دروبرت كوخ الألماني أن المعدل الإسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضا طفيفا اليوم مقارنة بالأمس الجمعة وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى أكثر من 6 ملايين و477 ألف حالة إصابة إجراءات المشتدة تتخذها دول العالم لمحاصرة متحور كورونا الجديد أومايكرون قبل تفشي على أراضيها في ألمانيا تبنى مجلس النواب قانونا يلزم العاملين بالمجال الطبي بالحصول على اللقاح ضد كوفيد 19 كما يعتزم المستشار الجديد أولاف شولتز مطالبة البرلمان بالتصويت بحلول نهاية العام على فرض التطييم ليدخل حيز التنفيذ في فبراير أو مارس أما في بريطانيا فقد بدأ إعادة فرض بعض القيود العامة للحد من انتشار المتحور الجديد إذ أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في أغلب الأماكن المغلقة بانجلترا كما أعلن رئيس وزراء بريطانيا بورتشونسون أنه من الممكن انطلاق الخطة باء قريبا وسط مخاوف متزايدة من سلالة أومايكرون وفي الدنمارك أعلنت الحكومة إغلاق الحياة الليلية فيما نشرت إيطاليا من جديد رجال الشرطة في الشوارع حتى منتصف يناير المقبل لمتابعة الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الصحية لاحتواء الموجة الرابعة وكبح انتشار متحور أومايكرون من جانبها أعلنت الحكومة الروسية فرض خفر كامل على دخول الأجانب لوافدين من تسع دول الأفريقية ومن هونغ كونج إلى البلاد بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا بل والغت الاستثناءات السابقة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية وتأشيرات العمل على صعيد اللقاحات أتحت سمسرة تلقيح الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق بلقاح فيزر المضاد لفيروس كورونا مشيرة إلى أن نتائج التجارب السريرية ظهرت أن التطعيم آمن وفعال للأطفال الذين تتراوح عمارهم بين خمسة و11 عاما وتشهد سوسترا موجة خامسة قوية للغاية من كورونا وبدأت فرض إلزامية وضع الكمامات للأطفال الذين يبلغون ثماني سنوات وما فوق في المرحلة الابتدائية من أحداث اليوم أيضا انطلق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول بشمال إنجلترا لإظهار وحدتهم هذا هو من المقرر أن يستمر حتى غدا ويعد الاجتماع هو الثاني حضوريا لوزراء خارجية مجموعة السبع هذا العام بعد اجتماع حدث في مايو في لندن ستشارك كوريا الجنوبية واستراليا في الاجتماع بصفة ضيوف بينما تشارك دول أخرى بشكل افتراضي أعلن حزب لنواصل التغيير البلغاري التوصل إلى اتفاق مع ثلاث كتل برلمانية أخرى للحكم ما يؤشر إلى انتهاء فترة عدم استقرارا سياسيا طويلة وقال بيتكوف المشارك في تأسيس الحزب والمرشح لمنصب رئيس الوزراء إنه تم توقيع اتفاق من قبل كل الشركاء في الاتلاف مضيفا أن هذه المرة الأولى في تاريخ الذي يتم في الحديث لبلغاريا للتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة مفصلة بهذا الشكل من أحداث اليوم أيضا تبنت الجمعية الوطنية في أسنغال نصا بشأن إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه الرئيس ماكي سال في عام 2019 عندما أعيد انتخابه رئيسا للبلاد وقال وزير العدل إن القرار يأتي لوجود الضروريات لإنعاش الاقتصاد الوطنية ومن أجل تنسيق أفضل لتنفيذ السياسات العامة ويعيد هذا التعديل طرح مسئولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية والتي كانت ألغيت في الوقت ذاته مع منصب رئيس الوزراء في عام 2019 كما يعيد للرئاسة سلطة حل الجمعية الوطنية بحسب النص الذي اعتمده النواب من أحداث اليوم أيضا حثت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات متضافرة لتقليل عدد الوفيات المأساوية بين المهاجرين في جميع أنحاء العالم قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن العشرات قتلوا في المكسيك عندما انقلبت شاحنة مزدحمة الخميس الماضي وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن عدد الوفيات الخاص بالمهاجرين لعام 2021 في المكسيك قد تجاوز 4470 رجلا وامرأة وطفل علاوة على ذلك زاد عدد الوفيات وحالات الاختفاء على العديد من طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم في عام 2021 بما في ذلك في أوروبا والأمريكيتين من أحداث اليوم أيضاً شهد الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرناندينز احتفالاً في العاصمة بوينس إيرس بمناسبة مروري 38 عاماً على الديمقراطية في البلاد وصداف الحفل الرئيس البرازيلي السابق دا سيلفا ورئيس أورجوي السابق خسي موجيكا إذا المشاهدين الكرام ما بهذه الأخبار الدولية تكون انتهت هذه الساعة من أحداث اليوم كنت معكم فيها على مدارها ننسي نور إلى اللقاء